تقليل المخاطرة بيكون بوحدة من طريقتين إما إننا نخلق مكان آمن أو نخلق شخص آمن ودائما الأولوية للمكان الآمن قبل الشخص الآمن زي ما جفي مبادئ الوقاية من التوجيه الأوروبي بحيث إنه أي شخص داخل المكان يكون محمي بشكل كافي لأننا لما نخلي المكان آمن بنحمي المجموعة كلها زي الضوابط الهنسية والحواجز وغيرها مثلا نعمل غطاء على جزء خطر في الآلة أما لو ركزنا إننا نكون شخص آمن في الغالب نكون حمينا هذا الفرد الواحد عن طريق تحفيزنا للسلوك تحفيزنا للتصرف السليم فبنحاول نخلي العامل يتبع نظام عمل آمن أو نزيد من مهارته بالتدريب أو نستخدم معدات الحماية الشخصية ومعدات الوقاية الشخصية ورغم إنه الطريقة دي بتعتمد على سلوك الفرد اللي ممكن يتغير في أي لحظة إلى أنها ضرورية وانتشارة كمان واسع ونحن عشان نضمن السيطرة التامة على المخاطرة في الواقع بنجمع بين الطريقتين المكان الآمن والفرد الآمن أما عمليا في مكان العمل بنسيطر على المخاطرة من خلال استخدام منهجية فيها تسلسل هرمي زي ما بيظهر عندكم في هذا الشكل فالخيار الأول عندنا هو إزالة مصدر الخطر والخيار التالي هو استبدال مصدر الخطر بشيء أقل خطورة أو القيام بالمهمة بطريقة مختلفة بعد ذلك يمكن النظر في عناصر التحكمة الهنسية مثلا أغطية الماكينات أو الحواجز وبعدها ننتقل للضوابط اللي بتركز على الإجراءات وتعديل السلوك البشري أو ما يعرف بالضوابط الإدارية وتخيلوها كأنها حواجز ذهنية مثل التحذيرات وأنظمة إجراءات العمل الآمنة وأنظمة التصاريح وغيرها أقل فعالية لكنها ضرورية وأخيرا تجي معدات الوقاية الشخصية وهنا الإجماع بأنها دائما تكون الملاذة الأخير في الحماية قلونا نأخذ أمثلة على التسلسل الهرمي للتحكم أولا إزالة مصدر الخطر مثلا عملية إزالة الرصاص من المنتيات البترولية لأن مادة سامة مضرة بأي شخص يتعرض لها إذا عندنا نشاط أو عملية متكررة ممكن نعمل أتمة لهذه العملية ونخليها آلية يبدو نشوف كثير في الميال الصناعي زي خطوط تعبئة المواد مثلا بعدها ننتقل للإستبدال أو التقليل إذا ما تمكننا من الإزالة التامة من الأمثلة المألوفة هنا لما نستبدل مادة سامة بمادة أقل سمية مثلا طلاء زيتي نستبدل بآخر ماء لنتجنب استخدام المذيبات أو لما نقلل وزن حمولة معينة أو نقسم لأجزاء لتسهيل مناولة هذه الحمولة بعدها ممكن ننتقل للضوابط الحندسية مثلا لما نستخدم جهاز تنقي للهواء أو لما نعيد ترتيب الآلات في الورشة حتى نقلل حركة العامل أو لما نعمل غرفة معزولة للطلاء أو حتى نعمل حاجز على منشار كهربائي لمنع الوصول لسلاح هذا المنشار الحال الضوابط والرقابة الإدارية مثلتها ممكن نعمل تصريح للدخول للأماكن الخطرة أو للمناطق الخطرة أو نستعمل لافتات السلامة للتحذير والتنبيه ومعدات الحماية الشخصية الأمثلة فيها كثيرة جدا منها القفازات بتحمل يدين مثلا في عمليات اللحام وتحمل يدين من الحرارة مثلا الأحذية لحماية القدم من الأجسام الحادة النظارات السلامة استخدمة في المختبرات الكيميائية وبكذا نكون عرفنا كيف نتدرج في أساليب الحماية والتدرج الهرم ده بيعني أننا ما دائما نطبق أقصى حماية لكل الأخطار وإلا نكون غير عمليين وكل قراراتنا ستترفض لأنها غير ملائمة وغير مناسبة وما ننسى إننا رتبنا الأخطار حسب الأولوية فبندخل تدابير الحماية على الأخطار غير المحمية بشكل كافي بعدها ننتقل للأقل أولوية والقاعدة الأساسية هنا كلما زادت المخاطرة زادت الأولوية للسيطرة عليها وفي معايير كثيرة لازم نراعيها لما نجي نختار تنسب حل نتحكم به في هذه المخاطرة شوف معي هذه الأمثلة لو في معدة بتعمل ضوضاء شديدة شنو الأحسن؟ هل نوزع السدادات للأذن لكل العمال ونراقب كل واحد هل يلبسها أو لا يلبسها؟ ولا نغلف الآلة نفسها ونعزلها كويس ونمنع الضوضاء من الأساس أيهم أفضل؟ المنطق بيقول إننا نمنع الضوضاء من مصدرة بدل من لبس الناس السدادات طوال الوقت وبرضو لازم نزال أنفسنا كم عامل معرض للخطر؟ هل الحل دفعال وساهل على الناس إنهم يلتزموا بهذا الحل؟ هل الحل بيقلل الخطر فعلاً؟ ولا حيجيب معاه مشاكل جديدة؟ مشاكل ما كنا شايفينها قبل اليوم كم هيكلف هذا الحل؟ هنقدر نصينه ونستبدله بسهولة؟ ولا حيكون معقد؟ كم هياخد وقت وجهد وتعطيل في العمل؟ والقرار الصحيح بيكون لما نوازم بين كل هذه الاعتبارات في النهاية لازم نحاول نقلل الخطر لأدنى درية ممكنة بشرط أن الحل يكون قابل للتضميم يعني ما معقول نصرف أموال ووقت كبير في حل ما وفي النهاية ما يستاهل هذا المجهود وهذا التعب الحل لازم تكون فائدة أكبر من تكلفته شوف كمان المفاهيم دي حسب نوع الخطر لو الخطر احتمال حدوث عالي والعواقب شديدة مثلا آلة خطيرة الحل هنا بيكون وقائي أو استباقي نراقبه من بدري نصين دائما حتى نتفادى الكوارث في المستقبل أما لو الخطر نادر لكن عواقب شديدة مثلا انقطاع الكهرباء في شركة بتعتمد عليها هنا الحل قطة الطوارئ جاهزة مثلا مولد كهرباء أو مصدر بديل للطاقة أما لو الخطر بيحصل كثير لكن الضرر منه قليل مثلا الانزلاق بسبب الأرضية المبللة الحل بيكون في ترتيب ونظافة المكان بشكل دائما أما لو الخطر نادر وكمان الضرر بسيط هنا نقدر نراجع الوضع ونراقب فقط أو حتى نتعايش مع هذا الخطر لو ما مؤثر بشكل كبير ذي الطريقة العملية والعلمية والمنطقية في اتخاذ القرار في السلامة والصحة المهنية وبتساعد كثير في وضع الحل المناسب في الزمن والمكان المناسبين مرات تنفيذ الحماية الكاملة بيحتاج وقت مثلا لو عاوزين نركب حواجزة ونشتري معدات بديلة ده ما بيحصل بين يوم وليلة لازم نختار ونصمم ونورد ونركب وغير من الخطوات لكن المخاطرة ما بتنتظرنا كل هذا الوقت في الحالة دي بنعمل حماية مؤقتة إلى أن يتم تنفيذ الحماية النهائية مثلا عندنا غبار في مكان العمل ممكن نلبس كمامات حتى يتم تركيب أجهزة التنقية وهكذا لو كانت التدابير المؤقتة ما بتحمي الموظفين هنا بنفكر أننا نعلق العمل حتى يتم تركيب الحماية الفعال ما نخلط بين الأولوية والمدة الزمنية مرات بكم في حماية أولوية عالية لكنها بتستهلك زمن في تطبيقها أو حماية أولوية قليلة لكن تنفيذ ساهل وسريع فما نهمل بس لأنها أولوية قليلة والتنبيه الأخير ما ننسى إنه أي بلد فيها قوانين خاصة بالسلامة وبنلقى فيها حماية إجبارية لمخاطر كثيرة حدد القانون في حال إننا لقينا المخاطرة قليلة لكن القانون وضع لها حماية إلزامية هنا لازم ننفذ هذا القانون بغض النظر عن درجة المخاطرة وفي الأخير أي حماية اخترناها إما تقلل احتمال المخاطرة أو تقلل عواقبة أو الاثنين مع بعض فممكن نحسب درجة المخاطرة بعد تطبيق الحماية والعملية دي بنسميها حساب المخاطرة المتبقية وندأكد إنها في مستوى مقبول قبل ما نعتمد على التدابير العملناه دمتم في أمان الله